فيلمنا بيبدأ سنة 2003 بسمر ويدخلها لحفلة مرهقين في السنوية بيعابلها صديقة كوين بيسلم عليها وبيعازيها في صديقتها فال وأصدقاء تنين لأن في شخص خلص عليهم في الوقت ده بيخرج إيثن يخطف سمر من قدام كوين وبيدخل الحفلة إيثن بيكون سخيف فسمر بتروح لصحابها اللي بيعزوها في نهاية حيات صحابها لتنين في الوقت ده إيثن بيطلع المسرح وبيرفع ناخب فال وبراين اللي حاته منتهت بيقول فليزب الشخص اللي خلص عليهم للجحيم بعد شوية إيثن بيوقع المشروب على سمر فبتغضب وبتسيبه تمشي بتدخل حمام تزبط الميكاب الأول عشان حتى تنتهي وهي شيك والسفاحة المقنع بيهجم عليها وبيفضل يطردها ويجري وراها في الوقت ده الشرطة بتهجم على مكان الحفلة وبترده الشباب اللي بيخرجوا من دوشتهم محدش بيكون قادر يسمع سمر اللي المقنع بيخلص عليها بتحاول تفرفر وتستخبى منه وتكتم بقها عشان ما تعملش صوت ولكنه بيكون مقنع محنك وبيكتشف مكانها سمر بتكمل في الهروب لكنه بيخلص عليها بنروح بقى بعد كده لسنة 2024 بعد 20 سنة من الواقعة وبنشوف لوسي أخت سمر بتصحى منهمها وتعود عادتها المفضلة في المركب واحدة ما فيش حد يعبرها إلا وكالة ناس اللي بتقبل طلب انضمامها ليهم في البرنامج التدريبي وأسنا ما هي افطرها للمدرسة بتحكي لنا بتعليق صوتي إن اختص مرحة انتهت منها 20 سنة هي أو 3 صحابها ومن بعدها المقنع اختفى وما حدش عرف عنه حاجة بتوصل للمدرسة وبتعرف مستر في المنج إنها تقبلت في ناسها والمستر بيفرح جدا وبيسألها عرفت أهلك ولا لسه بتقوله أهلي مستهيلي وافوا يسبوني أغيب عنهم 3 شهور بعد اللي حصل اخت سمر أنا حتى مشفتهاش وبتحمل نتيجة اللي حصلها إلى الآن أهلي بيخافوا يسبوني بر البيت بعد 12 بالليليا مستر لوسي بتخلص مع المدرس وبتعدي من جم سورة اختها والثلاثة اللي حاتوا منتات معها في طورة المدرسة وطبعا صور موجودة كذكرى للطلبة المؤدبين بتروح البيت وبتفضل تتفقد الأغراض بتاعت اختها سمر وبتشوف إن وضتها كانت قوضة بنوتة جميلة من سنة 2003 واسنها ما هي بتتجول في الحجرة بتكتشف جوابات كانت مبعوتة لأختها لما كانت عيشها في الوقت ده ماما بتدخل عليها وبتقول لها حان وقت المغادرة بتروح تقعد مع ماما وبابا في مطعم والنادلة بتقول لوسي انت شبه أختك سمر كتير أنا كنت بحبها قوي لوسي بتعرف أهلها أنها تقبلت في برنامج ناس التدريبي اللي هيكون في العاصمة أثناء العطلة الصيفية ولكن أهلها مش بيكونوا متحمسين وبابا بيقول لها ما تيجي منظمة سونر اللي أنا بشتغل فيها أهي على الأل في نفس البلدة ولوسي بتكون محبطة جدا من رفض أهلها لانضمامها لوكلة ناسها بعد كده بيروحوا يكرموا ذكرى بنتهم سمر وبيكونوا متأثرين على عكس لوسي اللي ما تعرفش أي حاجة عن سمر وده لأنها اتوفت قبل ما تتولد بتروح العربية تجيب حاجة مش مهم نعرف إيها وهناك بتشوف وميد بيحصل فكوخ قديم كده وشكله مخيفة عزيزات التنينة لو خايفة دوسي لايك هتطميني على طول وطبعا أعزائي التنين مش بيخافوا إحنا ما عند ناشر الجالة بتخاف لوسي زي أي واحدة جنبية بتدخل تشوف الواميد ده بيقول إيه وبتروح لحد الرعب برجليها وبتتفاجئ إن فيه أهل الزمن في المكان وطبعا لازم تروح تلعب فيها وتشوف زرار ستارت ده بيعمل إيه والت الزمن بتشتغل عشان تنقلها لسنة 2003 ودي سنة اللي حتغته تنتهي فيها قالت الزمن بعد ما اشتغلت شوية بتطفي تاني ولوسي لما بتخرج بره بيكون المكان راجع جديد ومتلون وانضفه كل حاجة في ما كانه مترتبة بتروح لماكان الزكرة بتلاقيه برضو لسه جديد وماما وبابا مش موجودين بل وكمان موبايلها مش بيكون في شبكة بتجري تستكشف المكان وبتبص حواليها بتلاقي الحياة مختلفة تماما وصدفة بها إنها بتشوف على يفطة مكتوب سنة 2003 بتشد على المدرسة وبتشوف الطلبة وطالبات لبسين موضة من أيام زمن جدا إيه الأشكال اللي أنا شايفها دي وإيه الألوان الفائعة دي كلها يا السلام أما موضة قديمة بصحيحة والمفاجأ بقى إن لووسي بتشوف اختها سمر ملكة المدرسة ماشية بكل ما ياصع بتتتباحها وبتشوفها وقفة بتتكلم مع أصحابها وما إلى ذلك بعد كده بتروح للمدرس اللي بيكون صغير في السن وبتسأله عن الصفر عبر الزمن وهناك كوين بيكون موجود وسما كل الكلام وكوين ده بيكون عبقري فيزياء ودارس الصفر عبر الزمن كوين بيخرج الأول ولوسي بتخرج وراءه وبتتفاجأ إن متنمرين المدرسة بيناكلوا بطالب كوين ولوسي في الطرقة بتقبل إيميلها تنتهت بره عند البحيرة الطلب الوحشين بيكونوا عاوزين يرموا كوين في المية وبقى طلاب المدرسة بيضحكوا وبيتفرجوا مستمتعين بالوضع بتتدخل لوسي البنت القوية وبتضرب الطالب إيه سنته أو على الأرض وده لإن البنات حاليا فيمينست ويقدروا يضربوا الرجالة عادي ويعملوا أي حاجة تاني وطلاب بيمشوا وكوين بيشكر لوسي فبتقول لحمة ربنا إنك مش في مدرسة كان زمانك متصور ومفضوح على السوشيال ميديان بتسألوا أنت عبقري فيزيا مش كده تعرف إيه عن السافر عبر الزمن وبتاخدوا على جنب تعرفوا إنها من المستقبل وبتثبت له ده بالأدلة الدماغة كوين بيقتنع بالكلام وبيقرر إنه ساعدها بالوقت ده بتيجي سمر تعتذر لكوين صدقها عن اللي عملوا إيسا حبيبها وبتسألوا عملت الواجب بتاعي ولا لأ إنها شايفة أختها الكبيرة لحتى انتهت بعد شوية بتروح يا وكوين للكوخ اللي فيه آلة الزمن وبيستغربوا إن الجهاز محدد شهر إبريل سنة 2003 وأنا عرف السبب فينات الفيلم ما خليك صابور كده عزيز المشاهد لإني كوين بياخد سمر للمختبر الصغير بتاعه اللي بيعمل في تجاربه وبيحطوا فيه آلة الزمن مع بعض ولوسي بتكتشف إن البطارية اللي بتشغل الآلة من شركة سونر اللي أبوها بيشتغل فيها على جنب تاني سمر بتروح لإيمي صاحبتها بتقول لها سمحيني يا إيمي لإني خاطفت حبيبك إيثن وإيمي بتقول لها من فضلك دعيني واشقني وسمر بتسيب وتمشي بنرجع تاني للوسي وهي بتسأل كوين لو أنا أعرف إن في حاجة وحشة تحصل النهاردة أمنع ولا لأ وبترجو لها لا مستحيل أو يتعملي كده لإني ده هيلخبط نسيق الزمن ويدمر العالم فروح يتفرقي على ملخصات بيت تاني نحسن لك لوسي بتقول لها أنا عندي خطة تانية وبتخليه ياخدها لبيت سمر وهم في العربية بتديلوا بعض التعليمات اللي أنا أعرفها بعد كم سنية سمر بتستقبلهم وبتسأل كوين عن الواجب فبقول لها أنا ما عملتش واجب الكامياء ولكن جبت لك لوسي العبقرية دي زكية وتساعدك وبيقدروا إنهم يقنعوها تدخل لوسي البيت وحب أقول لك إن لوسي راحت البيت عشان تسرق الكرت بتاع بابا وتجيب بطارية صنر بتاع تألت الزمن لوسي بتدخل البيت وبتلاقي أهلها عشين بكل سعادة وملامح بابا وماما كلها سرور وحيوية وأمل وبتعاملوا مع بنتهم سمر معاملة كويسة جدا على عكسها طبعا الأهل بيرحبوا بيها وبيعودوا يضغدوا مع بعض لوسي بتلاحظ المعاملة الطيبة اللي بيعملوها لسمر ورغم كده سمر مش بيكون عاجبها لأن أهلها زعلنين عشان درجاتها مش حلوة في الكامياء بيخلصوا الغداء وبنشوف الاتنين مع بعض في المكان المفضل ولوسي بتقول لسمر يا بختك أبوكي وأمك أحسن من أبويا ومي وسمر بتقول لها متهايالك دول مش عاجبهم أدائي في مادة الكامياء عشان كده بخلي كويسة يعمل لي واجباتي وباستغلوا لأنه شاب سازق وبعدين إيه ما لبسك دي يا ماما كعالي أما لبسك شياكة وزنجفك كده وبتخدها تلبسها حبة لبسك سيات عاريات زي الفل عزيز المشاهد طيب ملموضة زمان كانت زي الفل هي بعد ما بتستقر على لبسك شياكة بتشوف صورة فالو براين على المراية فبتشدها وبتعرف إن دول اللي حاتما تنتهي بتسأل سمر عنهم وسمر بتقول لها دول صحابي انت قوية عشان وقفتي في وش الولاد في المدرسة أنا ما عنديش القرى أعمل كده ولوسي بتقول لها بلد قدري أي ست من حقها تضرب راجل عادي ولوسي بتسألها هل لو أنا قادر أنقص حياة حد أنقذها ولا لا وسمر بتقول لها طبعا أكيد يعني مين ممكن ما يعملش كده ولوسي بتشد على سوق التجارية عشان تلحق تنقذ حياة فالو براين اللي بيكونوا بيشتروا بعض الملابس من المحل والصفاح المقنع متنكر في هيئة مانيكان وشكله كده نويها على جانب لوسي بتشوف كوين وبتسأله عن الشباب بيدلها على المكان بالفعل ولكن الشباب النور بيفصل عليهم فوقه وبراين بتزنى من الصفاح وبيتخلص عليه فالبتطلع تدور على براين ولكن المقنع بيظهر قدامها وبيفضل يطردها في هذا التوقيت بتدخل لوسي عشان تنقذه وبتخده يهربه بيتفقوا انه تحت مستنيه مع السلم فبيطلعوا جري تاني وطبعا فالبتطلع مش بتكون قادرة تتحرك والنتيجة انه لوسي بتتصدمه يا شايفة المقنع مش بس بيخلص على فال ده كمان بيخلص على رجل الامن الغلبان على جانب تاني كوين اخلقه مكان بياخد لوسي لما كان اامل وبيعود جنبها لوسي بتقوله ما كانش المفروض ان الرجل الامن يحصل له حاجة تدخلي زالي طينبالة وكن بقولها محدش يقدر يغير الماضي يا لوسي لازم نصلح قلة الزمن عشان نرجعك لزمنك لوسي تاني يوم بتروح تدخل بيتهم عشان تسرق الكرت بتاع بابا بتفتح الدرج تدور فيه وسامر بتزرق من وراها بتكلمه مع بعض ولوسي بتسألها انت ازاي عرفتي اللي يحصل اصحابي ولوسي بتقول لها في الواقع انا اختك الصغيرة بس لسا ما تولدتش وبتقول لها الرسالة دي انا شوفها بعد 20 سنة بتصبه وتمشي بينما سامر اعد حيرانة مدريانة لوسي بتروح لكوين وبتعرفه انها ما عرفتش تجيب كرني بابا بتفتح الحاسوب تعمل عليه حبة عمليات حوسة بزي الفل بتكلمه مع بعض عن السفر عبر الزمن بينما سامر بتحاول تكتشف الحقيقة بالادلة الدماغة على جانب كوين ولوسي الاخيرة بتقوله انا دايما حسني وحيدة وبضرب لها انا كمان بابا حيث انتهت وماما تجوزت عشان كده فهم شعور الوحدة ده كويس وشكلوم كده هيعجبه بعض عزيزي المشاهد اقطع الكلام في هذا التوقيت بتدخل عليهم الكاسية العارية وبتقوله لوسي الامر جنوني انا عوزك تعرفيني انا شكلي يكون ازاي لما اكبر واتجوز مين ولوسي بتخبي عليها وبتقول لها يكون عندك حياة جميلة رائعة طبعا امال وبتعرفها كمان ان المقنع يستمر في اللي بيعملوه محدش يعرفه لوسي بتطلب منها تعرفها طيب من التالي مين الشخص اللي المقنع يخلص عليه ولوسي بتقول لها امي صاحبتك هي اللي عليها العنوة النني والثلاثة بعد حبة نقاش بيقرروا في النهاية انهم ينقذوا امي الخلوقة وبيروحوا للمكان المحدد وهم وقضين حدايد ونبابتها تموت الصفح من الضحك على جانب امي بها بتكون بتشتغل في المتحف البحري وحط السماعات في ودنها ومستمتعب وقتاعة الاخر بتخلوا ودوروا عليها كل واحد بيبحث في مكان مختلف وامي بتكون شايفة شغلها وسماعات في ودنها لحد ما بتظهر سامر من وراها في الشباك وبتخبط وتنادي عليها بصوت عالي عشان تحذرها المقنع بييجي فسامر بتهرب امي وبيفلوا علي الباب ممرة لكنه بيكسر الازاز وبيطلع لهم وبينجحوا بالفعل انهم يهربوا منه بامان وسلام بالو بيوصلوا امي للبيت ولوسي بتقول لك وين لقد فعلناها يا برو وبتعرفوا ان سامر هي التالية ولازم ينقذوها قبل ما يتم التخلص عليها تاني يوم سامر ولوسي بيعدوا في المطعم وبتيجي النادلة بتعامل سامر كويس ولوسي بتعرف هيالي كانت بتحبها وبتطلب نفس الاكل اللي طلبته اختها سامر بتقول لولوسي اكيد احنا كنا اصدقاء جدا في المستعبى الرغم فرق السن اللي بيننا ولوسي بتحزن وتسكت لان الحقيقة عكس ذلك تماما بيروحوا يناموا جنب بعضوا في الصباح البكر بتنزل عشان تسرق كرني بابا لكنه بيفجئها وبقولها تعالد فضالي نفطر يلا بسم الله بيسألها اسناء تحضير الفطار ما هي خطتك للعطلة صيفية فبتقول لهم هنضم البرنامج ناسا وبابا وماما بيفرحة جدا بقولولها رائع يالا لهول انه جميل بتسألهم هو انتو خطات وتخلفوا مولود كمان فبقولولها مستهل طبعا احنا نخلف كمان لا يمكن ولوسي بتفهم اللي فيها وبتشدة على ما كان كوين العبقري وتكون سرقة الكرني بتاع بابا خلاص بتلاقي جواب بتفتحه وبتكتشف ان كوين كان كاتبه لصمر وبيحبها لما كوين بيوصل بتعرفوا انها جابت الكرني وحان موعد العودة للوطن بيسألها انت عرفتي سمر الحقيقة فبتقول له لا ومش هنقزها وهرجع لزمني لان بابا وماما ما كانوش نوين يخلفوني وانهيت سمر هي اللي خلتم يقرروا يخلفوا تاني كوين بيقول لا احنا لازم ننقذ اختك فبتقول له عشان حضرتك بتحبها طبعا فبيسيبها ويمشي وهي بتمشي تروح تقعد مع اختها في المكان المفضل وانك لوسي بتقول لها في الواقع انت حياتك انتهت يا سمر وبعد انهيتك بابا وماما شعروا فراغ وحاولوا انهم يملوا هذا الفراغ بيا يعني لو لا انهيتك لما تم انجابي في هذا العالم ولكني مش عاوزة مستقبل تكوني انت مش في اختي انا عندي خطة انقذك بيها ولكن يجب ان تسقي فيا اولا بالفعل بيجي المسائل حالك ولوسي بتكون ماشية في الغابة لوحدها لحد ما بتوصل لسونر المكان اللي هتجيب منه البطارية في الوقت دها بيزر كوينو بيعرفها انه جاية عشان يساعدها وبيدخلوا للمكان يقدوا المهمة المطلوبة بينما سمر بتروح لحفلة مراقين السنوية اللي كانت فول الفيلم المرة دي بتطلع المسرح وبترفع النخب بتاع صاحبه ملحات ومنتهت وبعدين بتنزل صديقتها ايمي تقولها سامحيني بليز وامي بتقولها مسامحاكي وصمر بتسيبه وتمشي لما بتطلع بتلاقي المقنع مستنيها وبتهرب منه بينما على جانب لوسي وكوين بيتفاجوا انه كان في شخص قبلهم في المكان ومخلص على رجل الامن بل وكمان اخد بطارية سونر وشكله كده من المستقبل كوين بيقول لها كده هو سبينة بخطوة ولوسي بتسحب البطارية وبتقول له لا لا اني من المستقبل برضو على جانب سمر المقنع بيطب عليها بداخل الكوخ وبيسحب لها سنجه عشان يخلص عليها وطبعا سمر بتغمط عنها عشان تضحي من اجل اختها وتسبت تولد والمفاجأ ان اختها وكوين بيخبطوا المقنع بالعربية بياخدوا سمر يركبوها معهم وبيحاولوا دوروا العربية ولكن العربية بتعطل والمقنع بيقوم لهم وهو نويها ولما بيشل القناع بيتفاجوا ان كوين من المستقبل واخيرا العربية بتدور وبيهربوا من المكان بيسبقوا المقنع على مكان قلة الزمن ولوسي بتركب البطارية ولكن المقنع بيكون وصل خلاص الشباب خايفين والمقنع بيدخل عليهم وبيقفلوا بيقول لهم يلا بينا كوين بيسألوا ايه اللي حصل لك والمقنع بيقولوا لقد حدث الكثير الكل استهزأوا بيا وكانوا عاوزين يرموني في النهر سامر ضحكت معهم انكروا هذا الفعل لكنه قالهم سامر ضحكت في زمن بتاعي وكده بنفهم ان في مالتي فيرسا عديا كده عزيز المشاهد ونو سمحت عدي كل اللي جاي لانه هيكون لهية مت للواقع والعقل بصلاة كوين الشرير بيقول لي سامر بعد تلك جوابه تجهلتيني عشان كده قررت اني اخلص عليك انتي واصحابك واختيفي عبر الزمن كوين الطيب هددوا انه خلص على نفسه ولوسي قالت له انت عارف اكبر غلطة عملتها لما خلصت على سامر هي انك اتسببت في اني اتولد وبتاخدوا لالس الزمن وبيروحوا لسنة 2024 بتحصل بينهم بها مواجهة ولوسي بتحاول تهرب في البداية وهو بيطردها من بعيد لبعد كده لحد ما بتحصل بينهم معركة وهي بتقع وبتصدوا بفشة الكهرباء في سكنته وبكده هو بيفقد الوعي تماما بتقرب منه عشان تاخدوا البطارية لكنه بيفوق وما بتدهاش بقى بتديله باستكينة تخلص عليه وترتح من امه يا السلام اما شجاعة عبره بصحيحة بتسعب منه البطارية وبتفكر بترجع بالزمن تروح لصمر وكوين بتعرفوا منها خلاصة على المقنع ونها لما راجعت بالزمن ادركت ان ما كانا هنا معهم لانه امها وابوها ما عارفوهاش اساسا عشان كده هي قررت تفضل معهم وطز بقى في نظرية النسبية وناسجة ازا ما كان خليه ومشوف لهم كلبة يا السلام اما قصة عبره بصحيحة وحكمة الفيلم هتكون الكلام اللي قالته لوسي في النهاية أهم درس اتعلمته من الحياة هو اقتنام الحاضر حاسات اني بعيش في ظلال الماضي طلبوا مني اتحكم في مستقبلي لكن المستقبل غير مضمون لحظة واحدة في الزمان والمكان ممكن تغير حياتنا للأبد ممكن نخسر كل اللي بنحبه في لحظة او نكسب صديق جديد باعطاء شخص ما الفرصة اصدقاء يعلموني ما قضيش وقت طويل في الندم على الماضي او في القلق بشان المستقبل وان اللحظة الوحيدة اللي تستحق نقاتل من اجلها هي هذه اللحظة اللحظة الحالية الحياة هو سيارة وكل اللي ندر نعمله هو الاستمتاع باللحظة الحالية ومعنقة الاشخاص اللي بنحبهم هم وقت في حياتك ودلوقتي الحكمة في الحياة هي استغلال الحاضر وعدم الانشغال بالتفكير في المستقبل بشكل مرهق او الندم على ما فات كتير من هنا بيقضي ايامه بين التفكير في بكرة وبين الحزن على اللي فات وننسى الحاضر اللي هو فعلا معنا اللحظة اللي بتمر مش بترجع تاني وده شيء لازم ندركه كويس الحاضر هو الفرصة الوحيدة اللي ممكن نحياها بصدق ونعشها بقوة لما نفكر في بكرة كتير نلاقي نفسنا بنعيش في خوف فؤالا والخوف ده بيحرمنا من باقة اللحظة اللي بنعيشها ما فيش حد عارف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لكن اللي اكيد انه كل يوم بنعيشه هو هدية ولازم نستغلها بحكمة ومتعة الندم على الماضي بيستهلك طاقة كبيرة بيخلي الانسان مش قادر يستهمتها باللحظة الحالية كتير من هنا بيشوفوا اخطاهم القديمة وبيفكروا ليه عملت كده او لو كنت عملت حاجة تاني كان وضعي بقى مختلف لكن الحقيقة ان الماضي ماضي والمهم هو الدروس اللي تعلمناها منه مش الغرق في الندم اخطأنا وتجربنا السابقة بتشكلنا وتخلينا نبقى احسن واقوى لكن لازم ندرك ان الماضي خلاص انتهى مش هيعود استغلال الحاضر هو اننا نحيا حياتنا بكامل تفاصلة دلوقتي نضحك نحب نتعلم ونجرب كل حاجة جديدة من غير ما نخاف او نفكر كتير في النتائج ايش النهاردة وكأنه اخر يوم لنا في الدنيا ونفرح بكل اللحظة وكأنها اهم لحظة استمتع باللحظة دي اتنفس شوف حواليك ابحث من الحاجات البسيطة اللي بتسعدك وتبسطك وتركز فيها احيانا مجرد ان هنا نقعد مصدقانا او نشرب كوب بيت شاي بالهدوء دي حاجة لها معانا كبير اكتر مما نتخيل فكر كده عزيز التنين اللحظة اللي بنضيعها في التأكير او في الندم هي لحظة من عمرنا مش بترجع ما تخليش المستابع ليسرق فرحة الحاضر ما تخليش الماضي يسرق بهج الدلواتي الحاضر هو ملكك وانت الوحيد اللي تقدر تستغله كل يوم بيبدأ هو فرصة جديدة فرصة للتغيير فرصة للتطور فرصة للسعادة ما تخليش اي حاجة تمنعك انك تعيش دلواتي دلواتي هو كل اللي معاك وكل اللي تملكه فعلا والحد هنا يكون ملخصنا انتهى ونشوفكم في ملخصات جيدة فمن تنسوش تدوصوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبة كلمز الفل الفيلم ده من تلخيصي وتسجيلي ومنتج مصطف الحنت كان معكم المسافر عبر الزمن الشرير المقنع اللي هيعمل منك بطاطس محمرة اخوكم محمد الشامي من قناتكم بيت التنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة